متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة فيديو النهاردة انا عاملة مخصوصة علشان المتابعين الجزء التاني من الفيديو السابق لما كنت بتكلم عن جيمينايتو بوينت فايف برو ريفيو المحدث بتاريخ ستة خمسة الجزء التاني ممكن يكون مكانش واضح الجزء المتعلق بي فهموا الفيديو في حبيت ان انا اعمل الفيديو ده علشان اوضح لك عشان اوضح لك ان التحديثات اللي تمت على جيمينايتو بوينت فايف برو قوتها تكمن في الجزء طبعا المتعلق بالكود والبرفورمانس الأداء الحاجة التانية ويمكن ما كانتش واضحة شوية هي التعامل مع الفيديو الفيديو يعني بيقدر يفهم الفيديو كويس جدا الجوة الفيديو كويس جدا ويديك كل حاجة متعلقة عن الطوبك او الكونتنت اللي موجود بيعني بيفهم كل الكلام اللي بيتقال وبيبتدي ان هو يحولهولك زي ما انت عايز انا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات قلت له حولهولي ليه سلايدز كده والسلايدز تيعملها لي بيه الاشيما والو سي اس اس و جافا سكريبت شرائح كده قادرنا اتنقل ما بينها هنا ده مثال اخر بفيديو اخر انا بروح اعمل ايه انت بتروح للشات على جوجل اي ستوديو على فكرة انت بتستخدمه على جوجل اي ستوديو انا مش شايفة فيه ليمت على جوجل اي ستوديو حتى الان انا بستخدمه ومفيش اي مشكلة ابتدي تروح تحط الرابط الخاص باليوتيوب فيديو مثلا انا هنا حطيت الرابط الخاص باليوتيوب فيديو وقلت له جاه هو قاعد يفكر وابتدأ ان هو ياخد وقته في التفكير وبعد كده ابتدأ يديني الداشبورد بالمنظر ده ما عطيه ليش على هيئة يعني ويب بيج هو عطاني الكلام بالتفصيل رجعته كل الكلام اللي قلته ابتديت ان انا قوله كريت ان انتر اكتف داشبورد ان html و css و javascript ممكن يكون confused مش عارف يعملوا بايه علشان اوصف او توصف ال previous content ال content السابق واستخدم interactive tools وانيميشن علشان توصف ال content ده بدأ ياخد وقته ابتدأ يديني الكود وبعد كده روحت على ال html online viewer علشان اشوف تنفيذه للداشبورد او الانتر اكتف داشبورد ولقيتها بالشكل المذهل اللي انتو شايفينه قدامكو ده اي حد حيخش يبص عليه حيفهم audio x انا كنت بتكلم عنه عبارة عن ايه ده ورقة بحسية لو كود طبعا انت ممكن تعمل edit فيه الكود تودي على الكود اللي علاجت hub او النموذج الدمو اللي على هاجنج فيس او الورقة البحسية وقدر افهم هو بيتكلم عن ايه بالضبط وبيعمل ايه بالضبط وليه هو مميز وهو عطالي كده زي landing page عن كل حاجة انت عايز تحول الناس ليها زي العرض التوضيحي لو ده سعى ليه روح عليه لو عايز توديه على الكودة على ال github او على النموذج او الكلام ده ولكن الهدف من وجهة نظري انت عندك فيديو طويل وعايز تفهم اللي جا فيه تقدر انك انت تستخدم الطريقة دي ومدى فهمه الجيد جدا للفيديو في ان انت تفهم اللي موجود جوا الفيديو خصوصا لو الفيديو مثلا كان باللغة الانجليزية وانت عايز ال content باللغة العربية تقوله ادهولي باللغة العربية وهكذا ممكن نجرب حاجة ثانية هروح للشات وهنا حبتدي ارفع او احط بقى الرابط الخاص بفيديو مثلا باللغة الانجليزية وهنا اقوله add to prompt بيكلم عن يعني topic في الفيزيكس وهنا حبتدي اقوله could you please mention all key points came in the video and explain each one in Arabic انا عايزة يعمل ايه؟ عايزة يمنشن كل النقط الموجودة في الفيديو ويexplain each one in Arabic هبتدي ان انا اقوله run هنا هيبتدي يديني اليك النقاط الرئيسية باللغة العربية طبعا هنا كل key points اللي جت النقط الاساسية اللي موجودة داخل الفيديو اعطاها اعطاها كده على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رقمها وكل واحد من دول شرحوا زي ما احنا شايفين ممكن بقى كمان اقوله ايه؟ ممكن اقوله depends on the previous text create a web page او ممكن اقوله create a blind deck يعني يعمل لي كده شرايح by using html with css and javascript animations to indicate this text text in an interactive way ممكن اقوله use diagram shorts and interactive interactive tools to express all these points مثلا يعني فانا هنا بقوله بنقل على ما سبق اعملي slide deck كده يعني اتحرك ما بين واحد واثنين وثلاثة واربعة slides بالاشي مالو css و javascript استخدم interactive tools ادوات تفاعلية لو diagram ماشي لو shorts اوكي وحبتدي ان اقوله run ممكن كمان بقى عشان put all codes in one text file عشان ما رجعش اقوله الكلام ده تاني ودوس run تم الانتهاء من الكود وكنت اخدت الكود على html online viewer لقيته مش بيشتغل فما حبيتش ان انا يعني اظلم الجميناي 2.5 pro رحت على جميناي نفسه على الكنفس حطيت الكود علشان اشوف التنفيذ والتنفيذ كان رائع اعمق رؤية في الفيزياء وعطيني 11 سلايد وتقدر تتنقل ما بين السلايد المفارقة الاولية الصخرة في الفضاء الشرح بالعربية الفيديو لمح الى انها تتباطق وتتوقف لماذا؟ يعني عاطيني تفصيل وهنا مدى فهمه للفيديو نفسه الفيديو كان بيشرح الجزء ده والتالي مشكلة حفظ التقف النسبية وزي ما احنا شايفين بصراحة انا شايفة التنفيذ رائع جدا داخل الكنفس طبعا زي ما احنا شايفين تنفيذ الكود طبعا متوقف على كتابة الكود نفسه فهو كاتب الكود بشكل جيد اعطاني السلايد دك اللي احنا شفناها قدامنا دي وحبيت ان انا اواريك التنفيذ بتاعها اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة حبيت ان انا اوضح الجزء التاني من الفيديو السابق مدى فهمه لي الفيديوهات وزي ما احنا شايفين ده فيديو اصلا باللغة الانجليزية اعطهوا لي باللغة العربية من ناحية الديسكريبشن وبعدين حولتوا لي زي ما احنا شايفين لي سلايد دك كده بالكود على جوجل اي ستوديو انت ملكش عدد محدد بتقدر تستخدمه زي ما انت عايز لكن انت عارف طبعا جيميناي 2.5 برو لو استخدمته على الواجهة الاساسية محدد بعدد معين في الخطة المجانية اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفري وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو كنتم متابعين الاعزاء ولكنت بتشوفنا اول مرة تساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة